فقالوا أن المسلم يحصل على الطمأنينة بقدر ما يتخلص من الذنوب يعني كلما ابتعد عن الذنوب والمعاصي يحصل على الطمأنينة والراحة في نفسه وكلما ابتعد عن المعاصي يحصل له الأمن والإطمئنات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية آية عظيمة ولها أكثر من معنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية لما سمعوا هذه الآية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستعظموا هذا الأمر فقالوا ومن منا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم ويقصدون بذلك ما يتعلق بالذنوب والمعاصي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهم الصحابة المقصود أنه تلبس بشيء من الدنوب وكل يقع في الذنوب والمعاصي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فقال ليس الذي تذهبون إليه ليس الذي تذهبون إليه الظلم هو الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالظلم هنا جاء بمعنى ماذا الشرك فيكون المقصود هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما هو الأمن؟ ما هو المقصود في الأمن؟ الأمن والإخوة هو الراحة والطمأنينة هو الأمن التام في الدنيا والمراد هو طمأنينة القلب وعدم الحزن يعني حتى الحزن الذي تحصل عليه تؤجر عليه الاهتداء التوفير في الدنيا وكذلك في الآخرة الأمن الإطمئنان يكون الأمن هو أيضا كما جاء أيضا الأمن العام أيضا في البلد أيضا البلد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إذا قال أهل العلم وهذا أيضا مشاهد على مر التاريخ كل بلد يحقق التوحيد فإنه يحصل على الأمن في ذلك البلد وإذا اختل التوحيد اختل الأمن ولذلك هذه البلاد المباركة نشأت على التوحيد وعلى العقيدة ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها البركة وهو الأمن والإطمئنان بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتحقيق التوحيد ولذلك جاء المعنى الآخر وهو ما ذهب إليه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية أن المعنى في ذلك يكون الظلم هو ما يقابل ما يقابل أو ما يدخل أو ما يحصل من المسلم من المؤمن من المعاصي والذنوب فقالوا أن هذا هو المعنى في ذلك أي الظلم ذكروا بأنه يكون على ما يتعلق به المعاصي والذنوب وهي بمعنى أعم يعني ليس المقصود به الشرك ولكن الذنوب والمعاصي فقالوا أن المسلم يحصل على الطمأنينة بقدر ما يتخلص من الذنوب يعني كلما ابتعد عن الذنوب والمعاصي يحصل على الطمأنينة والراحة في نفسه وكلما ابتعد عن المعاصي يحصل له الأمن والإطمئنان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المعنى الثاني أي لم يرتكبوا أو يرتكب الذنوب فيكون المسلم هنا على قدر إيمانه والتزامه مما وقع فإذا وقع في الذنب لكن إذا تاب وأناب لا شك أنه هذا له مزية أكثر وآظم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هنا جاء فيه في سياق ماذا المسارع إلى الخيرات وأيضا فيها مزية يعني هذه المزية يعني المقصود الذي لا يصر على الذنب ولكن ما من مسلم إلا وقد يقع في الذنب والمعصية لكن عليه أن يبادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفروا لذنبه